اليوم دعا زعيم التير الصدري مقتدى صدر جميع الدول العربية والإسلامية لإيصال الماء والدواء إلى غزة هل ستجد هذه الدعوة ترجمة واستجابة حقيقية على أرض الواقع؟ تحية طيبة لك يا أخي توجدان وإلى مشاهديكم الكرام ورحم الله شهداء غزة وشاف الله الجرحى ونصر المجاهدين في فلسطين اليوم ليس جديد على الرجل الفتى الوطني الهاشمي أن ينبر بهذا الخطاب القوي الذي استنهض العمة بعد البيانات الخجولة التي ظهرت من هنا وهناك وبعد التقاعص بين الدول العربية التي جعلت العدو يستفرج بالأخوة في فلسطين أعتقد أن اليوم الرجل وضع النقاط على العروف وكل رجل عربي عروبي عندما يتعير يجب أن يستنهض الهمة عندما يقول إذا لم تستطعوا إدخال الماء والدواء والأكل إلى فلسطين اسمحوا لنا عن طريق دولكم حتى نصل إلى هذه المكانات ومن ثم إيصال هذه المساعدات اليوم المشكلة أنه الواعز الوطني بالدول العربية حتى لدى الكثير من الشعوب العربية لم تتحرك الشعوب العربية حتى مناصرة ولو بكلمة يعني اليوم ما جرى ويجري في غزة لقد ذقنا مرارته منذ تسعينات القرن الماضي إلى هذا اليوم كيف كانت أبناؤنا وأولادنا كيف كانوا يقتلون عندما استباحت القوات الأمريكية العراق والقتل بالجماعي ونسينا الملجأ العامرية نسينا القتل الجماعي الذي صار على الشعب العراقي نفس الشيء كل من رأى هذه المناظر استذكر أحداث التسعين إلى سقوط النظام في 2003 نظام أنظمة همجية لا تعرف معنى الإنسانية والأخلاق اليوم على الدول العربية أن تكون جادة أمام الله وأمام شعوبها أن تتحرك على الأقل لإيقاف النزيف وأن تتقدم خطوة أخرى يعني الأمم المتحدة تصدد قرار أنه لا يمكن أن تحاصل غزة ويجب أن تدخل المواد الغذائية والدول الإسلامية والعربية أخذت جانب الصمت ولم تتحدث هذه مشكلة كبيرة من زمان العقل العربي يقاد بعقل القيادة القيادات عندما تقول كلام العقل العربي يغرد معها اليوم هذه حرب ذهبت فيها أبرياء الذين يقاتلون في المستوطنات هؤلاء هم ذاهبين إلى الشهادة أما الأطفال والنساء أرجو أن تبقى معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر